احنا يمكن كنا نتكلم يا طرح هل طرح نتكلم في ايه النهاردة ومولانا انت اقترح تقتراح وكان الثبات في مواجهة التحديات ايش معنى؟ يعني قبل ما أخش على مسألة الثبات ليه؟ طبعا الأحداث التي تكتاح العالم بصفة عامة والمنطقة العربية بصفة خاصة بتستدعي أننا نذكر الناس بقيمة أخلاقية إسلامية منهجية ألا وهي الثبات لأن أعداء الوطن أو أعداء الحق يريدون للإنسان أو للناس فقدان الثقة ايه هو شكل الثبات المطلوب؟ شوف الآية 200 الأخيرة في سورة آل عمران يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون شوف قمة الإيجاز والبلاغة يعني رب العزة سبحانه وتعالى بينادي يا أيها الذين أمنوا الأول خلق الصبر لأنه خلق الإنسان من عجل وإنسان عجول لكن لتحقيق الأهداف المرجوة لا بد من قيمة الصبر أما إذا كان هناك من يتصور أن يضغط على ذر فتنقلب وتتغير الأوضاع إيه بإنسان واهم لم يتعلم من التاريخ اصبروا وصابروا وصابروا ده قمة الصبر نفسه يعني قد تجد فيه تحمل أو مشقة بالتزامك بالصبر ولذلك تجد أن الله سبحانه وتعالى بيعود ويعلم ويربي الأنبياء والرسل عليهم السلام على الصبر مهما تحملوا أو واجهوا فمن هنا جاء في الإسلام اصبروا وصابروا وبعدا ورابطوا يعني كون على رباط دائم مش رباط مؤقت ما تواجهشي الأزمات بحلول مؤقتة لا بحلول دائمة بمواجهة حاسمة الرباط هنا مش الرباط اللي هو في الثغور يعني في المواني يعني على حدود الخارجية للوطن فقط لا الرباط في كل مكان يعني حضرتك مثلا أنت الآن الأستاذ الإعلامي يوسف الحسيني ترابط على ثغر من ثغور الإعلام محدسكم ورابط على ثغر من ثغور الفكر الإسلام كل إنسان في موضعه مرابط للخير وللحق يبقى هنا شوف حضرتك بقى الأول بيقدم الصبر وبعدين الرباط الصبر مع الرباط لا بد أن يتحل فيه الإنسان بتقوى الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وفي الحديث عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعجل بعجلة أحدكم لا تستبطئ النصر ولا تستبق النتائج لا لا بد من اتخاذ الأسباب لأن الأمور لا تؤخذ بالأمان لا بد من التحمل وعدم فقدان السقة لا بد أن يكون فيه رجاء بالله عز وجل لا بد أن يكون فيه حسن تخطيط يعني حضرتك ما نقرأ لو أن الوقت يعني لا يسعف قصص الأنبياء كلهم من أول سيدنا أدم عليه السلام إلى سيد النبي محمد عليه السلام هتجد في قصة كل نبي هذه المعالي الصبر والمصابرة والمثابرة والمرابطة وتقوى الله عز وجل والذلك فيه ملمح عجيب في الآية يعني في غير القرآن لو واحد بيكتب موضوع كومبيزيشن إنشا هيقول يا أيها الذين آمنوا التقوى واصبروا وصابروا لا ده سبحان الله هو أخر التقوى لأن التقوى بقى تغلف وتمتد على هذه القيم صبرك فيه تقوى الله مصابرتك الرباط عدم فقدان السخة التوكل على الله التخطيط الجيد لأننا بقول كده لأن نعود الناس لما ينظر الأحداث الجارية مثلا فيه فلسطين أيها بنتابه ألم بس حضرتك في حركة التاريخ كان فيه ألم لكل الدول والشعوب وربنا ليه لما ذكرنا في سورة الروم قال في الأميم غلبة الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبيهم سيغلبون في بضع سنين إما تنظر لحياة الأنبياء والرسل شوف المصاعب والمتاعب والمشاق ولكن في الختام ربنا سبحانه وتعالى أعطاهم الفتح يعني وبنسبة الفتح أنت كمسلم وأنا مسلم فضل الله عز وجل تنظر لحياتي النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة كفاح مرير بس بدون فقدان ثقة بالعكس بعد هذا الكفاح يبقى إن فتحنا لك فتحة بمويدة فما فيش فتح بيأتي عشوائي لا يوجد نصر بيأتي ضبابي لابد من تحمل المشاق وربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا في القرآن أيضا صورة البخرة بقى وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أولئك عليهم صلواتهم من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ولذلك فيه برضه ملمح يمكن ده مشتركات ما بين اليهودية وما بين الإسلام ليخلق الله للكون في ستة أيام الممكن ربنا يخلقه في لحظة هي في البدء نم أمره إذا أردنا بل الضبط كده في خاتم سورة ياسين نم أمره إذا أراد شاين أن يقول له كون فيكون ولكن ربنا سبحانه وتعالى علمنا ذلك حتى لما تبني تبني بإحكام تبني بمتانة تبني برسوخ ومن هنا الثبات في وقت الأزمات منهجية إسلامية تبني ولا تهدم وتجمع ولا تفرق وتبث الأمل في الناس أختم بقول الله تعالى وأقول الناس الحزانة والزعلانين لا إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون شوف سيدنا يعقوب كام سنة يتحمل فقدان أحب الأبناء إليه سيدنا يوسف عليه السلام ومع ذلك في الآخر يا أبناء إذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ياه أنت لسه سيدنا يعقوب فكر يوسف ده سنين صبي والآن تولى الحكم ومع ذلك إذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون أرجو أننا في منطقتنا وفي وطننا نأخذ من القرآن الكريم من هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم من قص الأنبياء العبر والعضات في الثبات في مواجهة الأزمات